اقدمت ميليشيات الحوثي الامامية طرف ايران في اليمن على تغيير المعالم الاثرية في مدينة صنعاء القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي وتوسعت عمليات شراء المنازل من قبل المشرفين الحوثيين بصورة كبيرة في شرع الحمد بالقرب من الجامع الكبير في صنعاء القديمة وتحويلها لمحلات تجارية وقام متنفذون حوثيون بشراء بيوت في مدينة صنعاء القديمة يعود تاريخها لألف السنين وهدمها ثم يعادت بنائها بمواد الحجر والاسمنت وبما يخالف المعايير التي وضعت وفقها صنعاء القديمة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وطالب سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة صنعاء القديمة والمنظمات المعنية للضغط لوقف عبث ونهب ميليشيات الحوثي المتعمد للتراث اليمني وتؤكد ممارسات ميليشيات الحوثي التدميرية تجاه التراث اليمني الحضاري ونهبها لمتاحف ذمار وتعز وعدن وزنجبار ومكتبة زبيد التاريخية وتهريبها للآثار وبيعها للخارج حقدها البغيض على اليمني واليمنيين اشتركوا في القناة